موسيقى من تونس الخضراء نحييكم أينما كنتم مشاهدين الأعزاء استثنائية كانت بكل شيء انتخابات تونس الرئاسية لعام 2019 مناظرات أجريت للمرة الأولى في تاريخها حملات انتخابية انطلقت وسط سجن مرشح ووجود آخر خارج البلاد أما كبرى المفاجآت فكانت بالنتائج الأولية حيث عبر أو عبر مرشح تطوع محبوه ليأخذ حملته الانتخابية فإذا بهم يوصلوه إلى الدور الثاني والحديث هنا عن السيد قيس سعيد ليضرب موعدا مع مرشح فاز من خلف القطبان يقول مراقبون إنه لو كان حاضرا ربما ما كان ليأخذ الحملة كما فعلت زوجته التي جابت البلاد لتحث التونسيين على التصويت للمرشح نبيل القروي عن هذه الانتخابات مشاهدين الاستثنائية في كل شيء سنتحدث في هذه التغطية الخاصة مع ضيفينا هنا في استوديوهات الميادين في تونس الكاتبة والصحفية السيدة فاطمة كاري أهلا بك سيدة فاطمة أهلا وسهلا ومع أحد الداعمين لحملة المرشح للانتخابات الرئاسية السيد قيس السعيد الأستاذ محمد كمال الغربي أهلا بك سيد محمد كمال شكرا وأبدأ معك سيد محمد كمال يعني التعليقات الأولية على نتائج الانتخابات خاصة فيما يخص المرشح قيس السعيد زلزال سونامي مفاجأة كبرى هذه العبارات وردت في الإعلام التونسي وفي الإعلام العالمي هل كانت فعلا كذلك لكم كداعمين في الحملة الانتخابية لسيد قيس السعيد خاصة بأنه أنتم كنتم متطوعون فعلا الأستاذ قيس السعيد أو كما نسميه البروفيسور هو قاد هذه الحملة وهو يعتقد وقد تحسس أوضاع الشعب التونسي أنه في حاجة إلى التغيير في حاجة إلى بديل جديد للمنظومة القائمة التي بدأت تهترئ منذ منذ الانتخابات البلدية السابقة منذ سنة تعلمون أنه في الانتخابات البلدية كانت النتائج لصالح القائمات المستقلة أكثر من القائمات الحزبية وهذا الترهل للقائمات الحزبية ولتموقع الأحزاب في ذهنية الناخب التونسي كانت هي الإشارة الأولى إلى أن هناك زلزال حقيقي سيحصل في تونس أثناء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ربما كذلك سيكون هذا المجال مجال للقائمات كذلك المستقلة إذن نحن في تونس وخاصة قطاع عريض من الشعب التونسي وجد في خطاب الأستاذ قيس سعيد خطاب يبعث فيه الأمل بعد اليأس ويبعث فيه روح الثورة بعد الإحباط وبعد أن كان لهذا السيستام المنظومة الحزبية حكما ومعارضة قد حكم عليها بالموت والفشل نعم هذه المنظومة وصلت إلى نهاياتها وتهالكت ويتطلب الوضع التونسي إلى إعادة هيكلة لهذا النظام السياسي ولهذا الفكر السياسي كذلك ولذلك لعلنا سنأتي نحن أمام مرشح فاز بالدورة الأولى أو تأهل إلى الدورة الثانية هو أنتي سيستام هو أنتي سيستام أنتي استبلشمنت وكذلك هو يريد إعطاء زخم جديد للثورة التونسية باعتبارها أن الثورة لم تستكمل أهدافها وهناك العديد من الشعارات التي رفعها المناظلون وكذلك المواطنون مثل الشغل والحرية والكرامة هذا وكذلك شعار الثورة استحقاق يا عصابة السريق التشغيل استحقاق يا عصابة السريق كانت من ضمن الشعارات الأولى التي لم يستجب لها الحكومات المتعاقبة وبقيت في أذهان التوانسة كاغتيال لثورة التونسية لأن المنظومة الحزبية دخلت في مساوامات وفي توافق مغشوش فأراد الأستاذ قيس السعيد ضرب هذه المنظومة بأكملها ولذلك كانت حملته مخالفة للحملات الأخرى رغم بساطتها ولكن كنت ترى وأن اجتماعه يبدأ بخمسين مواطن تونسي ولكن في نهاية الاجتماع يصبح خمسة لاف فستة لاف أكثر من ذلك فنسأل عن أسباب هذه الأمور خاصة أنه كانت بالفعل هي حملة لافتة الكل تحدث عن هذه الحملة خاصة أن الرجل لم يكن لديه هذه الأموال الطائلة هو أيضا ليس لديه حزب سنتحدث عن كل هذا بالتفصيل ولكن نسألك الآن سيدة فاطمة كراي هل كانت النتائج مفاجئة هل فعلا كانت مفاجئة كبرى خاصة أن الاستطلاعات الرأي خاصة الاستطلاع الأخير الذي صدر قبل الانتخابات مباشرة توقع أن السيد القروي في المرتبة الأولى والسيد قيس سعيد في المرتبة الثانية هل فعلا كانت مفاجئة أم ما جرى كان متوقعا خاصة في ظل مشاهدته تونس في السنوات الأخيرة هو في الحقيقة كان متوقعا بالنسبة للشعب التونسي الناخب وكان متوقعا أيضا بالنسبة للملاحظين وكان متوقعا أيضا من الخارج ولكن ما لم يكن في حسبانه هذا الأمر هي الطبقة السياسية بكل تفريعاتها وتنويعاتها لماذا؟ لأن الشعب التونسي راكم الكثير من الهنات في النظام السياسي كذلك في النظام الاقتصادي والمنوع الاقتصادي وقد راكم الفقر وتونس غير معروفة بالفقر عادة الوسطية في تونس هي عنوان اجتماعي واقتصادي وكذلك سياسي وكذلك أخلاقي أخلاقيات العمل السياسي كانت دائما وسطية لذلك توطين الديمقراطية كان ممكنا تناست الطبقة السياسية التي راكمت آلام الشعب التونسي ولم تستجب إلى الشعارات كما قال سيكمال ولكن الشعار الأوحد الذي ارتكزت عليه الثورة في 2014 كانت 2011 14 جنفي يناري كان شغل حرية كرامة وطنية إذن الشعب التونسي أراد أن يكون داخل السيستم أراد أن يكون يبني دولة القانون أين توجد فيها التفريق بين السلطات وأين توجد فيها كل فرد له الحق كمواطن له حقوق وله واجبات يحصل أنه بعد ثماني سنوات قد الدستور ولكنه بقي فضفاضا لأن المنارة أو المشعل الذي سيوضح بنود الدستور وهي المحكمة الدستورية لم تأتي انتظر الشباب أن تكون له خطط من أجل التشغيل فتراكم العدد وأزداد أيضا وجد الشباب الخريج بالجامعات وجد نفسه في صراع مع الحياة ومع البطالة وكذلك الشاب والشابة الذين أخذوا مكانهم في الشغل وجدوا أنفسهم أن هذا المناخ الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لا يشبههم ولا يلبي طموحاتهم فرأيت الطبيب يهاجر والمهندس يهاجر إذن بلد عندما تفرغ منه الكفاءات التي ستقد البلاد انطلاقا من شعارات الثورة تجد هذا البلد يصل إلى الفقر نحن الآن أصبحنا في حافة الفقر ولكن نسيت نسيت الطبقة السياسية أنها في الأمم المتحدة أصدرت أمرين اثنين بشكل قانون في بداية الألفية وهو القضاء على الفقر لأن الفقر هو مصدر الإرهاب والجريمة عابرة للقارات هو مصدرها الفقر وكذلك الشفافية أو الفساد مقاومة الفساد ونسوا أن تونس هي ضمن المجموعة الدولية وهي ممضية على معاهدات إذن ما الذي حصل حصل أن الشعب التونسي ركب هذه الخيبات للسياسيين ولكن أيضا على مستوى مجلس النواب رأوا أن العراك وكذلك الخصام لم يكن يعنيهم مباشرة لم يكن يعني هذه سلة المواطن الغذائية لم يكن يعني التربية هذا قد ينطبق في حالة التصويت للسيد قيس سعيد أستاذ قيس سعيد لأن الرجل من خارج السيستم بشكل كامل ليس من خارج السيستم رأوا سيد قيس سعيد هو أستاذ جامعي هنا فقط للتوضيح للمشاهد العربي لأن هذه العبارة تستخدم في تونس خارج السيستم مشاهدين هذا يعني أنه من خارج المنظومة الحاكمة في تونس في السنوات الماضية خارج المنظومة الحاكمة نعم الحزبية الحزبية ولكن هل ينطبق هذا الكلام على السيد نبيل القروي لأن السيد نبيل القروي في نهاية المطاف كان موجود ضمن حزب النداء وهو خاض حراتهم مختلفتين ولكن هم التقيا لماذا؟ السيد نبيل القروي ما الذي فعله؟ حين غابت الدولة وغابت المشاريع وخرجه من نداء تونس نذكر أنه لم يكن فاعلا في نداء تونس هو كان أولا مع أنت في الصحافة أو في الأعلام والشهرين الأخرين ما الذي فعله؟ هو حدثت له حادثة في بيته توفي ابنه فانطلق في العمل الاجتماعي عندما انطلق في العمل الاجتماعي أكيد حتى السياسيين المتقوقعين الآن في المدن مهما كانت مشاربهم الحزبيون عندما ينطلقون إلى أعماق تونس ويرون فشل أهداف الثورة ويرون كمية الفقر وكم الفقر وكذلك انقطاع عن التعليم وكذلك الصحة صحة المواطن نحن هناك أمراض رجعت إلى تونس عندما رأي هذا بعينيه حيث غابت الدولة هو أخذ مكانها وكان الطريق أمامه من أجل أن يصل إلى هذا أنا أعتقد أن سيد نبيل القروي مثله مثل سيد سعيد سيد سعيد أدل بدلوه في 2011 وكان ينادي بالانتخابات على الأشخاص سيد محمد كمال توافق على التفضل بسيد فاطمة مكرران لا يمكن أن نتناقش في الموضوع لا يمكن أن نمثل سيد والأستاذ قيس سعيد بالسيد نبيل القروي باعتبار أن المنطلقات مختلفة أنا قمت مسارين مختلفة والأهداف كذلك فالذين صوتوا لسيد سيد نبيل القروي هم مواطنون تونسيون والذين صوتوا أيضا نحن الآن نبحث سيدي في لماذا هذين الرجلين لماذا ما الذي يجمعه بينهم ما الذي ميزهما بالنسبة لسيد قيس سعيد هو يمثل رمزية للثورة رمزية للإجابة على هموم الناس ولكن على مستوى الطموحات لاستكمال ما صار الثورة بالنسبة لسيد نبيل القروي كان داخل المنظومة داخل نيدا تونس ولكن هم مشا ولم يلقى المكان الذي كان يرتضيه فدخل إلى العمل الاجتماعي حتى يأخذ مكانه منذ عامين وهو يشتغل أو ثلاث سنوات وهو يشتغل على هذا المسأل إذن كانت الفكرة حاضرة وأن يرجع إلى المنظومة السياسية من خلال استثمار في الشعب التونسي للفقري وللخصاصة ولغياب بعض المرافق التي لم تقدر الدولة التونسية على الاستجابة فيها للمواطنين وهذا الاستثمار في الفقري والخصاصة هو الذي جعل من البعض المواطنين لا أقول الكل يعني كان هناك استثمار لأهداف سياسية من بداية في الفقر إذن بالنسبة لي هو استثمر لمصلحة شخصية لم يستثمر لمصلحة وطنية وهذا الاختلاف الاختلاف بينه بينه وبين سيد قيس سعيد سيد قيس سعيد ليس له طموحات شخصية في ذاته وعندما تزورونه في بناية الحملة متاعه هو يمتلك مكتبا متواضعا وله هاتف قديم جدا ويتحرك على ساقيه باستثناء سيارة تنقله من محافظة إلى محافظة مع بعض الشباب الثائرين والملتفين حوله إذن هذا النموذج الجديد سيصنع منه مشروع زعيم وطني تلتف حول العديد من القطاعات وهو يحصد الكثير من المتعاطفين معه والانتخابات تدل أن المستويات الجامعية صوتت إلى السيد قيس السعيد بشكل كبير وكبير جدا أما السيد نبي القروي فصوتت له القطاعات التي لم تكن في مستوى تعليمي جيد في المستوى الابتدائي أو هي غير متعلمة وكان بالنسبة هناك اطلاعات على فكرة فعلا هناك أرقام التي قدمتها وهذا كان لافت أستاذ محمد كمال في ظل الحديث عن عزوف شريحة كبيرة من الشباب وإذ باستطلعات رأيه تقول أنه غالبية الشباب صوتوا لسيد قيس السعيد لماذا الشباب التونسي رأى أن هذا الرجل يمكن أن يمثله في رئاسة الجمهورية فعلا المنظومة الحزبية الموجودة حكما ومعارضة كانوا يعتقدون وأن ازدياد الجسم الانتخابي من خمسة ملايين وخمسمائة إلى سبعة ملايين باعتبار وأن أكثر المسجلين الجددهم من الشباب كانوا يعتقدون وأن دخول هؤلاء الشباب سيقلبون المعادلة من أجل تمكين حزب معين على حساب حزب آخر في المشهد السياسي ولكن جاتهم الصفعة القوية والشديدة بالتصويت العقابي للشباب أنفسهم في قلب الموازين وفي أعطاء السيد قيس سعيد المرتبة الأولى التي لم نكن نحن كأنصار للسيد قيس سعيد نتوقعها إلى آخر وقت كنا نتوقع المرتبة الثانية حسب الاستطلاعات القديمة ولكن تحصل السيد قيس سعيد وبالتالي هزم السيد نبيل القروي لأن الأهداف مختلفة واليوم الشعب التونسي يقاضي المسؤولين عن فقره يقاضي المسؤولين عن دمار العلاقات الاجتماعية والاقتصادية في بلادنا لأن المنظومة الموجودة كانت تهدد المسار الديمقراطي والبناء التونسي التي كان يحيب به من هم هؤلاء نسأل هنا سيد فاطمة كراي أيضا لنشرك يبقى الحديث هناك نقاش هذه المنظومة من هي؟ لحظنا أن جميع المترشحين للانتخابات والذين أيضا لم يكن لهم الحظ في الوصول إلى الدورة الثانية رحبوا بالنتائج حتى البعض غالبيتهم لم يقل أحد أن هناك تزوير أو أن هناك خطأ في احتساب الأصوات بالعكس كان هناك تقبل حتى رئيس حكومة يوسف الشاهد الذي لا أرى كيف طبقة السياسية الحاكمين والمعارضة أنهم لا يصدقون هذه النتائج أو لا يقبلون بها لأن قتل كراه وفم تراكمات هناك تراكمات للشعب التونسي حصلت للطبقة المتوسطة التي محقت للطبقة الفقيرة التي ازدادت فقرا وكذلك للشباب وكذلك للمتعلمين وكذلك للغير متعلمين نحن أصبحت عندنا في تونس بعد الثورة تسرب مدرسي سنوي مئة ألف طالب يتسرب بدون أن يصل إلى الإعداد يعني هذا شيء لافت بالنسبة لتونس التي استثمرت منذ قرون في العلم والمعرفة الشيء الثاني أيضا هو أن لسنا الآن في مقارنة أنا لا أقارن أحترم الجميع وأحترم الصندوق وأنا بالنسبة لي موطن في ذهني والذي لا يوجد لدى أساسة طبعا موطن في ذهني أن الديمقراطية والصندوق يعطي لرئيس الجمهورية صوت ويعطي للفقير المعدم صوت يعطي للغني الذي يأكل الكافيار صباحا مساء يعطيه صوت ويعطي أيضا للفقير المعدم أو الأمرأة الفقيرة تعطيها صوت يعني أنا من قدرش نقل لك أنا نقرأ اليوم الرافضون الرافضون نعم هناك رافضين خاصة في الشباب لأن الشباب جربوا الأحزاب ووجدوا أن الأحزاب تريد أن تستوطن في الحكم وليس لدى أشعر هناك شيء آخر أيضا مطلوب ولم يتفطن له السياسيون وأعتقد أن سيد قيس سعيد كذلك في مجال آخر السيد نبي القرب هو ما يسمى بالاتصال المباشر التونسي يمقط أنك تخرج له من خلال التلفاز أو من خلال معنتها ليس مباشرة عندما غاب الرئيس الباجي قيد السبسي لأمر ما وقتها فم مشاكل ما بينه بين رئيس الحكومة في تنازع حول الصلاحيات الشعب كان يريد أن يخرجها الرئيس يريد أن يراه وليس من الشعب أن الرئيس ليست له صلاحيات هو بالنسبة له انتخبه هو الوحيد انتخبه مباشرة في هذا ناحية لم يفهمها السياسيون وأنا قلت أننا في الصحافة نحن نجتمع على ماذا في الصحافة صحافة القرب نحن الصحافة الآن الناهضة في العالم هي صحافة القرب البروكسيميتي هنا وهذا ربما يتجلى في مواقع التواصل الاجتماعي الشعب أصبح ينادي بسياسة القرب الاتصال المباشر وفي ذهنية الشعب التونسي أن الرئيس والمسؤول الذي يقف حتى بدون حلول يقف على ألامهم ويستمع إليهم يريدون من يستمع إليه ثم يريدون رئيس مسؤول يحس بإحساسهم لا أن يتخاصم حول الكراسي لذلك المناظرة وهذا يتجسد بمن؟ بالمرشحين الذين يتأهل إلى الدورة الثانية؟ هذا ما أفرزه الصندوق أنا لا أستطيع أن أحكم عليهما لأنني أحترم الصندوق أستاذ قيس سعيد أنا أعرف أنه أستاذ وأعرف أنه لم يتحزب ولا يريد التحزب ولكن قيادة الدولة لا أدري كيف سيكون في علاقته مع البرلمان القادم لأن ليس له كتلة سنسأل أستاذ محمد كمان الفرق بينهما هنا أن سيد نبيل القروي له حزب وقد صدر في استطلاعات الرأي أن حزب نبيل القروي قبل أن يتأسس هو الأول لذلك نجد أن حزبا مثل حركة النهضة انقلب على نبيل القروي حيث كان ربما في تماهي معين انقلب على نبيل القروي طبعا كان هناك تحالف وانقلبوا عليه تحالف التقاع ربما مثل شأن مع سيد قيس سعيد مع بعض الإسلاميين مع بعض المحافظين وهذا ليس ضيرا أنت فتحت الموضوع الذي كنت أريد أن أتحدث عنه ولكن قبل أن أفتح هذه النقطة سيد محمد كمال سيدة فاطمة كراي هناك صدع دستوري اليوم سيد نبيل القروي في السجن بالضبط الرجل في السجن بالرغم من ذلك هو وفاز بالمرحلة الأولى الآن كيف سيأخذ المرحلة الثانية الذي سيحدث الآن لا ندري لأن السيد نبيل القروي يجب أن نوضح أن ليس له حكما أنا لست مدافعة عنه لكن ليس له حكما لا نقول أنه مدافعة عنه هو احترازي ولكن بيد القاضي التحقيق ربما يطلق سراحه قبل الحملة الثانية ولكن أيضا السيد نبيل القروي ولكن هناك كلام عن أمكانية أقصاء السيد القروي وأن يكون المرشح هناك قضية حقيقية هناك قضية حقيقية هناك جمعية من المجتمع المدني رفعت قضية إلى القضاء أنا يقذ أنا يقذ التي رفعتها طبعا بسيد يوسف شهد وسيد مستشار سيد يوسف شهد لتبيض الأموال لتبيض الأموال والتهرب الجبائي وهذه القضية منذ مدى وهي الآن بين يدي القضاء ولذلك لابد أن يستكمل القضاء تحقيقه ثم تمر إلى الطور الابتدائي ثم تمر إلى الطور الاستئنافي عندما يصدر حكما باتا نهائيا في هذه الحالة إذا كان بالبراءة فهو يخرج ويتسلم مهامه ويرجع إليه حقوقه المدنية والسياسية وإذا الاتهام ثابت عليه وسيقضي مدة من السجن فإنه سيقضي مدته في السجن النتائج هذه بالنسبة لي ليس مشكلة في هيئة الانتخابات مسار الانتخابي يستمر يستمر ولكن مفصول ماذا لو فاز الرجل بالانتخابات هذا ينتظر القضاء القضاء ينتظر موقف الدواء القضاء نحن في تونس هناك استقلال للقضاء وهذا من سمارات يعني ما أقول أن يكون هناك رئيس مجيون مثلا من حال وصوله إلى سدة الرياضي من سمارات الثورة التونسية والدستور التونسي هناك استقلال هناك تفريق بين السلطات وهناك كل سلطة تعمل باستقلالية عن الأخرى ولكن هناك التعامل فيما بينه فلاحظت وأن هيئة الانتخابات طلبت من السلطة القضائية السماح للسيد القروي أنه يقوم بحوار تلفزي ولكن رفضت السلطة القضائية وكذلك طلبت منها أن يؤدي واجبه الانتخابي ولكن السلطة القضائية كذلك مجسدة في القضاء ولكن يحق له وأنه يجب أن نفرق يجب أن نفرق لا نعطيه الفيك نيوز السيد القضاء 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 الآن هناك صنفان من التحقيق مفتوحان فتحته الوزارة التفقدية العامة بالوزارة لأن الشكل الذي وقع به وقعت به المسألة هي يبدو أنها غير قانونية غير قضائية لأنه لا يضار الطاعن بتعنيه هو ذهب إلى القضاء من أجل أن يطعن في إشكالية فوقعت دائرة الاتهام غير اختصاص إلى آخر سيد قاطمة البعض يقول أن هناك أدلة على التهم المواجهة اليوم للسيد نبيل القروي فليقول القضاء كلمته هذه فيك نيوز لأن أنايا قدمت بنفس المناسبة قضية بسيد يوسف شهد وكذلك بأحد وزراء سيد يوسف شهد هذا يبرر مقاله في رسالته بعد ظهور النتائج عندما نخبة سياسية تستخدم القضاء لمحاولة إسكات هذا ما قاله بعد صدور النتائج لوليه القضية هذه جاءت هناك تسلسل جاءت بعد فشل المنظومة الحاكمة أقول المنظومة الحاكمة في استبعاد السيد نبيل القروي بالقانون الذي لم يمضي عليه السيد رئيس الجمهورية ولكن هكذا تضعين أو يتم لكي لا نقول أنك أنت من تضعين ولكن هكذا يتم وضع القضاء التنسي في موضع التهام لا هو ليس موضع التهام القضاء التنسي وحتى زوجة سيد نبيل القروي عندما تحدثت لم تتعن في القضاء التنسي ولكن هناك أمور شكلية في طريقة احتجاز الرجل أو اعتقاله إلى آخره هي مرجع نظر الآن موضع نظر في التفاقدية وكذلك في المجلس الأعلى للقضاء نحن لا نخوذ في القضاء ولكن أنا أقول أن إذا كان هناك إشكال قانوني في ترشح السيد نبيل القروي أو في مواصلته فإن الولاية الكاملة هي للهيئة العلية المستقلة للانتخاب لا غير كل الذين يتحدثون من هنا وهناك ليس دقيقين ولكن الهيئة تقول إلى حد أمس ما زال السيد نبيل القروي في السباق هو مرة الآن إلى السباق النهائي ما زالت تتحدث على أنه ما زال في السباق مدام لم يأتي قرار أو عفوا حكم قضائي نأخذ تعليقك سيد محمد كمال لأنه سنفتح بعض الفاصل الملفات خاصة الموضوع الارتباطات والمشاريع أيضا والمشروع الانتخابي للمرشحين تعليقك على هذا الموضوع نحن نعتقد أن القضاء و مستقل استقلالية القضايا المسألة لا يمكن التراجع عنها ونعتقد أن هذا الصراع هو داخل المنظومة بالنسبة لنا نعتقد أن السيد نبيل القروي هو جزء من المنظومة بل أكثر من ذلك هو أحد المافيات داخل تونس وهو نسميه ببرلسكوني تونس كما رئيس الوزراء في إيطاليا وبالتالي نعتبر أن قناة نسمة هي قناة أحد الأذرع الإعلامية لهذا الرجل وبالتالي السيد قيس سعيد لا يمكن أن يكون مناظرا لهذا الرجل ولذلك نعتقد أن الانتخابات في الدور الثاني ستكون إلى جانب السيد قيس سعيد الذي يمثل عمق التونس وهو لماذا اختاروه التونس لأن هو يمثل الجهة المقابلة باعتبار صدقه هناك المنظومة هي تكذب على التونس وتعيدهم بالوعود ولكن لا تحقق أي وعد هذه الطبقة فاسدة وهو يمثل النزاهة ويمثل نظافة اليد كذلك هذه الطبقة تتمسك بظاهر الدستور وهو رجل القانون ورجل الدستور مؤتمن على الدستور فعلا وبالتالي هناك التقابل وهناك عدم إمكانية للتلاقي بين الجهات الرسمية وبين الطموح ومشروع الأستاذ قيس سعيد سنتحدث أكثر عن هذا المشروع بعد فاصل كمال أنا أعتقد أن سيد قيس سعيد لا يوافق السيد كمال على كل حول سيد كمال ليس المتحدث الرسمية هو أعرفه أكثر منك السيد باعتبار أن سنكمل النقاش بعد فاصل قصير ضيوفنا الكرام مشاهدين فاصل ونعود بعده لمتابعة هذه التغطية الخاصة حول نتائج الانتخابات التونسية أبقى مهلا أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين إلى هذه التغطية الخاصة والتي نقدمها مباشرة من تونس يعني النقاش ما بين ضيفينا كان حاميا حتى خلال الفاصل الذي ذهبنا إليه مما يوجه لسيد قيس سعيد بأن حركة النهضة تدعمه بطريقة أو بأخرى مشاهدين هذا البعض قاله روجله هنا نسأل سيد محمد كمال الغربي وهو أحد داعمين الحملة الانتخابية للسيد قيس السعيد عن حقيقة هذا الكلام أستاذ محمد كمال أهلا بك مجددا سيدة فاطمة كرأي أهلا بك من جديد أيضا سهلا بعد الفاصل أستاذ محمد كمال لا أريد أن أقول تهمة ولكن البعض يقول أن حركة النهضة بطريقة أو بأخرى تدعم السيد قيس سعيد وربما لها مصلحة في وصول إلى سدة الرئاسة والبعض يقول أن في الدورة الثانية بالتأكيد الإسلاميين حركة النهضة كل هذه الفئات سوف تدعم سيد قيس سعيد ماذا تقولون عن هذا الكلام نحن نعتقد أن المنظومة الحزبية لن تدعى الأستاذ قيس سعيد حتى يقوم بحملته الانتخابية في الدورة الثانية كما يروق له بل ستسعى إلى تشويهه بشتى طرق وبدأ منذ البارحة هذا التشويه المنظومة لم تقبل هزيمتها تشويه رميه بالتهم أنه مع حزب التحرير مرة ومع النهضة مرة أخرى ومع الدواعش مرة أخرى في جبال الشعامبي ومرة أخرى وأنه معنتها لا يفقه في السياسة شيء ولم تكن له تجربة سياسية وأنهم هم الأحق بالعمل السياسي باعتبار وأنهم لهم باع كبير في السياسة وبالتالي هناك قنوات منحازة وهناك جهات داخل التواصل الاجتماعي قنوات التواصل الاجتماعي تخصصت منذ البارحة في تشويه الرجل وفي محاولة اتهامه مثل هذا الاتهام من يقف فراء هذه الاتهامات أستاذ محمد كمان أنا أعتقد أن الأحزاب التي انهزمت هي وراء هذه الاتهامات وستتكاثر هذه الاتهامات ولكن ما مصلحته في ذلك إذا كان المرشحان الذين يتأهلان اليوم إلى الدورة الثانية لا يمثلان هذه الطبقة صحيح هي محاولة لإضعاف سلطة أو قيمة هذا الرجل لدى الشعب التونسي محاولة لتفكيك هذا الالتفاف حول هذا الرجل لأن إذا التف الشعب التونسي حول هذا الرجل فهو إيذانا بانتهائها وبتلاشيها صحيح هناك 45% صوتوا في هذه الانتخابات وهي نسبة أقل من عام 2014 ولكن الناس غاضبين هناك من غضب بإعطاء صفعة للمنظومة الحزبية بترشيح للأستاذ قيس سعيد وهناك مقاطعون للانتخابات وهم يترقبون الدور الثاني كيف سيتعامل الأستاذ قيس سعيد مع مجريات الدور الثاني ومن ثم هناك إمكانية كبيرة وأن العديد منهم سيلتحقون في الدور الثاني ليحصل الأستاذ قيس سعيد على تفويض واسع وشامل إلى حدود 60 أو أكثر من 60% حتى يكون رئيس له تمثيلية معتبرة ويمكن له عندما يمسك الرئاسة أن يقوم بالعديد من المبادرات من أجل استكمال الثورة وإعطاء الحقوق المهدورة بالنسبة للشعب التونسي سيدة فاطمة مكراي أليس من الببالغ أن نقول هناك التفاف شعبي لنسبة التصويت 45% يعني المرشحان المتأهلان إلى الدور الثاني بحسب النتائج الأولية أحدهم سيد قيس سعيد حاز على 19% سيد نبيل القروي حوالي 15% هل هذا التفاف شعبي أم أنه فقط هو تصويت عقابي لكي لا تصل المنظومة التي كانت متواجدة سابقا أنا باعتقادي ليس التفافا شعبين بقدر ما هو صفعة أو ربما عقاب هو تصويت عقابي تصويت عقابي للأسباب التي ذكرتها من اقتنس الفرصة فهو قد وصل إلى الدور الثاني باعتقادي أيضا أن ربما السيد قيس سعيد قد يجد أنا رانيا على نفس المسافة من الاثنين بالعكس معناها تقدير والاحترام لسيد قيس سعيد لكن السيد قيس سعيد الآن هو بمثابة الرجل غير ملوث غير مشوه بالسياسة والفعل السياسي على طريقة جون جوريس والذين التفوا حوله لو تتفحص في من حوله لهم مرجعيات حزبية فشلوا أو ربما تراجعوا أو استقالوا ولكن له تنظيمات حزبية حوله الذي ربما يخاف هل لكي إثبات على ذلك؟ ها؟ هل لكي إثبات على ذلك؟ لا لا فهما رموز معناها نعرفهم هل هناك رموز مع الأستاذ قيس سعيد يعرفهم؟ سيظهر هم طلبته طلبته وهم شباب لا أنا لا أتحدث عن الحملة الانتخابية أنا أتحدث فيما بعد غدا كيف سيتصرف الرئيس قيس سعيد في ظل منظومة ونظام سياسي اسمه وعنوانه وفحواه نظام برلماني معدل حيث البرلمان يكون عادة هو الذي ماسك بالسلطة وأن الرئيس صلاحياته محدودة إن كان لم يكن مسندا بحزام حزبي أو على الأقل مستقلين إلى آخر بكتلة كبيرة تمكنه من أنه عندما يتقدم بالمبادرات التشريعية وهي أولوية يجد أذانا ساغية ولا يجد العصاة في العجلة سيدة فاطمة بما لك فتحت موضوع الانتخابات التشريعية هذه الانتخابات الرئاسية ستنعكس على الانتخابات التشريعية نعم بشدة أولا ثانيا هل سيتمكن المرشحان الذين تأهلاء للدور الثاني أن يلعبوا دورا في الانتخابات التشريعية خاصة أن السيد يوسف الشاهد دعا البيت الديمقراطي بين هلالين كما سماه إلى الوحدة لأنه كي لا تضيع تونس وأنه كي لا تذهب تونس إلى المجهول طيب إذا كان دعاء إلى الوحدة وهو يفكر في ذلك وحدة البيت الديمقراطي في الانتخابات التشريعية ليس هناك بيت الديمقراطي في تونس هناك أحزاب تدعي الديمقراطية وهي ليست لها علاقة بالديمقراطية لأنه الديمقراطية بالنسبة لها كما قال الشيخ إمان بين الكراسي والبنوك يعني مش الديمقراطية الشعبية مش الاتصال بالشعب مش هموم الشعب ماذا فعلت أنت أنت في نظام ديمقراطي نعم مكنك منه الدستور والثورة ولكن أنت الآن هل تمارس الديمقراطية؟ أبدا أنا أعتقد أن هذه هما أصلا السيستم هو خارج السيستم لأن اليوم نحن بلا محكمة دستورية غدا الرئيس الذي سيتقدم بمبادرة تشريعية سوف يجد العصاف العجلة لأنه إذا لم تكن له كتلة وإذا كانت الانتخابات التشريعية ستفرز نفس المنظومة والذي أعتقد أنه لا سوف تجب الانتخابات الرئاسية الانتخابات التشريعية سوف يأتي مستقلون مثلا أغلبية ربما كتلة كتل محترمة كذلك سوف يأتي تأتي الأحزاب تقليدية عندنا كان حركة النهضة فقط ربما في تناقص ككتلة لم تكن 86 كما كانت ولكن سوف تتناقص ولكن الآن سوف تؤثر تأثيرا مباشرا في هذا البرلمان باعتقادي أن إذا لم يحدث هذا لم يحدث هذا الانعكاس فإن الرئيس القادم من بينهما سواء كان هذا أو ذاك سوف يجد صعوبات كبيرة في أنه يتعامل مع مجلس نواب ونحن لنا تجربة خاصة إذا كانت المحكمة الدستورية ستتواصل أنها غير موجودة وستتتواصل أيضا المنظمات أو المؤسسات الدستورية تطواء الهيئات عفوا الدستورية التي هي غير موجودة مع هذا الهيئة العلية المستقلة للانتخابات وأعتقد أن لنا ورشة كبيرة قانونية أستاذ محمد كمال سيواجه صعوبات سيد قيس سعيد إذا وصل للرئاسة مع النظام البرلماني وهل سيكون له دور هل سيؤثر هل سيلعب دورا ما في الانتخابات التشريعية خاصة أن الرجل كما ذكرت برأيك يأخذ اليوم طفويد من الشعب التونسي هذا ما أردت التدخل فيه باعتبار وأن صلاحيات الرئيس هي معلومة وليست محدودة لأن الرئيس يمكن له أن يقدم مبادرة تشريعية ولكن ليست من مهامه الوحيدة تقديم مبادرة تشريعية هو مسؤول على السياسة الدبلوماسية الخارجية التونسية وهو كذلك مسؤول على حماية الدستور وهو كذلك مسؤول على أمن تونس وهو سيرأس المجلس الأمن القومي والمجلس الأمن القومي ليس في بعده المحدود الأمن القومي هو شامل وهكذا يؤمن به الأستاذ قيس سعيد ولذلك يمكن أن يتدخل بشتى الأصناف في مجال الأمن الغذائي الأمن المائي غيرها من المجالات ويمكن أن لا يسمع الرئيس فيتحول إلى استفتاء نعم له أدوات أخرى يمنحها له الدستور وبالتالي المبادرة التشريعية هي يمكن أن تصبح نوع من الإحراج للحكومة والمجلس عندما يتقدم بمبادرة يرضى عنها الشعب فإذا رفضها المجلس يمكن أن يطرح على الاستفتاء وبالتالي يجعل الشعب في مواجهة هذه اللوبيات وهذه التكتلات التي تريد عرقلة عمله له العديد من الوسائل للدوات هل سيشارك؟ هل سيؤثر؟ هل سيلعب دور السيد قيس سعيد في الانتخابات التشريعية المقبلة؟ هو في الحقيقة سيدعو حسب تقديري إلى أن يتواصل هذا التصويت العقابي للمنظومة الحاكمة وبالتالي ستتوجه العديد من الفئات الشعبية إلى اختيار النزهاء والمقتدرين من خارج المنظومة الحاكمة وخاصة في القائمات المستقلة وبالتالي صحيح أن داخل البرلمان يمكن أن يصبح عنا تشتت داخل الكتل ولكن أعتقد أن هذه القائمات المستقلة ستكون كتلة وازنة داخل البرلمان وستؤثر على أخذ القرارات الهامة ويمكن حسب نتائج الانتخابات أن يكون لها علاقة مع الرئيس قيس سعيد لأنه سيختار رئيس الحكومة منها من الأغلبية وبالتالي يمكن أن يقع التعاون فيما بينها ولكن أعتقد أنه لن يتعاون مع الأحزاب التي ستصعد إلى مجلس نواب الشعب وهي من المنظومة السابقة وأقصد بذلك الذي حكمت تونس منذ الثورة ومنها تحية تونس ومنها نداي تونس ومنها النهضة ومنها قلب تونس وغيرها من الأحزاب لأنهم يعتبرهم وأنهم شركاء في هذا المصير الفاسد للجمهورية التونسية ولكن أستاذ محمد كمال سيدة فاطمة هل يمكن للرئيس بهذه الحالة أن يتمكن من تحقيق البرنامج الانتخابي الذي يبني على أساس حملته الانتخابية وهو سيعين رئيس الحكومة في نهاية المطاف هذه المنظومة ستبقى بطريقة أو بأخرى في البرلمان لهذا أخذت نصف أسوء هو سيعين من الكتلة الأغلبية سيعين منها رئيس حكومة هذا من مهامه ولكن رئيس الحكومة له صلاحيات في السلطة التنفيذية والمجلس سيكون له صلاحيات ويجد نفسه أمام أغلبية من المنظومة السابقة لا سيتعامل سيعين رئيس الحكومة إذن هو سيتعامل معها بأكيد ولكن هذا التعامل ليس بمعنى دستوري معنى أي طبيعي سيدة فاطمة كرية على مستوى حزب قلب تونس نحن نذكر أنك أنت لاست داعمة لأحد من المرشحين ولكن لابد أن نتطرح لحزب قلب تونس الذي يقوده سيد نبيل القروي هذه الانتخابات الرئاسية هل ستنعكس أيضا عن الانتخابات التشريعية بالنسبة لحزب قلب تونس الذي سيخوض بنهاية المطف الانتخابات التشريعية حسن ما تقول صبر الأراء ولكن هناك حزب آخر وهي جمعية الحقيقة عيش تونسي المتقدمة في دوائر كثيرة ويستبق ويقال وتقول الأحصائيات والصبر الأراء يقول أن عيش تونسي ستكون لها كتلة وازلة هي سيدة مع أنها هي عمل جمعياتي لم تتحول إلى حزب ولم تشاء أن تتحول إلى حزب ولم ترونت المال من جديد لا أستطيع أن أقول ولذلك بالنسبة لي أنا كصحفية وانتقيت بهم هم يبررون ويقولون أننا انطلقنا من العلم الاجتماعي ونريد أن أكون مستقلين لكنهم تقدموا في جميع الدوائر وأيضا عندهم وثيقة تسمى وثيقة تونسية فيها مليون انضاء على المانيفستو الذي عملوه هذا نوع من التحيل على الشعب التونسي من خلال العمل الخيري والعمل الاجتماعي وتحول بعض الجمعيات اقتناص الفرصة لتمويل هذه الجمعيات بالمال الأجنبي تعلموا أن الجمعيات لها الحق في أخذ التمويل الأجنبي والأحزاب ممنوعة من ذلك ولذلك دخلت من هذا الباب وثم تحولت إلى قائمات انتخابية عبر المانيفستو ولكن ليس مثبتا أنها من أجل حصد مقاعد والتموقع في المشهد السياسي هذا قلب الأونتسيدر وبالنسبة لقلب تونس هو حزب مستحدث من طرف سيد نبيل القروي حتى كذلك يجعل لنفسه تموقع سياسي وقد جمع العديد من تبقى دقيقة أستاذ محمد كمال أريد أن أسألك عن موضوع السياسة الخارجية أيضا لسيد قيس سعيد لأن هذا الموضوع كان أساسي في المناظرات وفي الحملات الانتخابية هل هناك ثوابت بالنسبة لسيد قيس سعيد فيما يخص السياسة الخارجية؟ فعلا هناك ثوابت والبيان الذي أصدره إلى الشعب التونسي تحدث على أن أولوية بالنسبة لأستاذ قيس سعيد وأنه يحاول أن يستكمل بناء المغرب العربي هذه أولوية وعلاقات مع الجزائر والمغرب وموريطانيا وليبيا والتوسط لحل المشكلة الليبية من أجل استكمال بناء المغرب العربي لأن في وحدتنا يجعل هناك وزلا لنا في المنطقة وكذلك عدم القطع والتواصل عدم القطع مع جيراننا في الضفة الجنوبية للمتوسط وكذلك للضفة الجنوبية الإفريقية وبالتالي هناك انفتاح على المتوسط وعلى إفريقيا لدعم العلاقة معها من ناحية الاقتصادية ومن ناحية السياسية وكذلك القضايا العادلة كما القضية الفلسطينية التي هي القضية المركزية للتوانسة ككل إذن هذا كان بالنسبة للسياسة الخارجية لسيد قيس سعيد كلمة أخيرة لك سيدة فاطمة مكريحة أنا أقول أن الرئيس القادم هو أولا سيكون على مستوى خارج أو أولا داخليا سيكون هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة القائد الأعلى للقوات المسلحة وهذا ما يعني بالنسبة لتونس في ظل التوتورات الأقليمية والدولية وسياسة المحاور هذا مهم جدا كذلك سيكون أيضا رئيس القمة العربية سيواصل المشوار بعد الباجي قايت السبسي الذي تترأسه تونس القمة العربية منذ مارس الفارت أذار كذلك سيكون عليه أن أيضا أن يقدم ويتقدم عن طريق وزارة الخارجية بكفاءات في عبر الدول كذلك هو أيضا المشرف على الأمن القومي هناك ما يسمى بالجهاز السري هناك الكثير من الأشياء التي تنتظر ربما فتحت ولم تغلق إلى حد الآن أمام الرئيس القادم أكيد ولكن الاستحقاق الأساسي هو أنه على الرئيس القادم أن يتعامل مع ما هو موجود ما سينتجه الصندوق البرلماني من أجل المحكمة الدستورية أولا يجب قدها وسيد قيس سعيد قد نادى بذلك منذ قبل هناك هنات في الدستور وكذلك في النظام السياسي وقال عنها سيد سعيد وقال عنها الكثير من المترشحين وكذلك نظام الانتخابي لكن لا يريد تعديل الدستور ربما في حلقات مقبلة إن شاء الله نفصل أكثر في كل هذه المواضيع والتفاصيل كل شكر لكم ضيفي سيدة فاطمة كرائي الكاتبة والصحفية والأستاذ محمد كمال غربي أحد داعمي الحملة الرئاسية المرشح قيس سعيد شكرا لكم ضيفينا شكرا ومع العلم أن التونسيين الذين يصوتون هم سواسية في القانون ولا نستطيع أن نقول هذا الذي صوت له الفقير وهذا الغني شكر دائم لكم مشاهدين على متابعتكم هذه التغطية الخاصة تكون قد وصلت إلى نهايتها ألا لقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر